موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا و سهلا بكم مع فاطمة في الفيديو نتاع اليوم سأعرفكم على هذا النبات المتمر هذا النبات لديه في الجنان أكثر من سبع سنين حتى لهذا العام يحضر به أطباق متنوعة جاءت عندي مرة صحبتي ومين شاهدتها هي اللي عارفتني عني لأنها تاني عندها واحد في البيت هذا النبات يسمى رامد أو لاغوباغم عنده الطعم مثل الليمون يحضر به أيضا حمض الليمون عنده فوائد صحية كثيرة من بينهم تقوية الجهاز الهدمي وخصوصا تقوية المعدة يستعمل أيضا في التخصيص يعني يشوفوا في جوجل كاين فوائد كثيرة لهذا النبات اليوم هذي تشوفوا معايا وصفتين الأولى مربى على غوباغم والتانية طاخت على غوباغم سنبدأ أولا في تحضير لطاخت على غوباغم بسم الله كما راكم تلاحظوا هذو هما الأوراق نزعتهم لكن لا نحتاج للأوراق سنحتاجه فقط إلى الأخصان الغصن هو اللي سنحتاجه وهذو كل الأوراق خدوا حدراكم كاين بعض الأطفال اللي عندهم حساسية تجاه الطماطم هذو تاني الأوراق يكون عندهم حساسية من جهتهم يعني الأوراق سنرموهم نأخذ فقط الأخصان هذه هي الكمية اللي تحصلت عليها بالتقريب واحد كيلو لكن ما نزعتش جميع اللي موجودين في الشجرة خليت فيها شوية وهنا يراني نقشر فيهم سننحولهم هذو الطابقة الخارجية ستلاحظوا باللي تنزع بسهولة إما بيوسط السكين العادي ولا تقدروا تستعملوا هذو الآلة اللي تقشروا بيها البطادة تقدروا أيضا تقشروا بيها هذو الأخصان بكل سهولة بالنسبة للأخوات اللي ساكنين هنا هذو الآغيباب تباع في الأسواق جاهزة تباع في الجهة والكاين الخضر والفواكه أنا شفتها عند ماكسي وشفتها أيضا عند سويبيرسي هنا بعد ما نقشرتهم كامل اخسلتهم من بعدها نقطع فيهم إلى قطع صغيرة كما راكم تلاحظوا في الصورة بعد نوضعهم في إناء ثم نزيد لهم شوية سكر لكي من بعد ما يجونش حامدين بزاف هذو الأخصان اللي تركوا عندهم نفس الدوق بعد أن أضفت السكر ثم تملاع أكبر ولا خمسين غرام غطيته وخليته في المبرد لمدة ساعة حتى أنه السكر داب هنا نصفوه وهذاك المال يطيح منه تقدروا تحضروا به المربة و الآن سنمر إلى عملية التركيبة سنحتاج إلى عجينة الصابلي هذه عجينة الصابلي هي نفسها استعملتها في الوصفات السابقة سوف نعود لكم الرابط نتحها في آخر الفيديو تستعملوا أي عجينة سابلي ناشحة كما تلاحظوا سنورق العجينة على سمك 5 أو 6 مليمتر ثم نلفوها في الوريق ووضعها في هذه السنيوة هذه القطرة من 20 سنتيمتر والمقادير تشوفهم اليوم حضرت بهم 2 طاقة بعد عدلتها جيدا سنحضر الحشو نحتاج إلى سكر فانيلا ملعقة كبيرة أو 2 كيس نحتاج للسكر 150 غرام نحتاج أيضا إلى كريمة الطهي استعملت 200 مللت يعني لك خامفخاش سائلة إذا كانت لك خامفخاش هذي حلوة نقصوا شوية سكر استعملوا فقط 100 غرام هنا في الإناء وضعت البيض سكر فانيلا والسكر سنخلطوهم جيدا ثم نضيفوا كريمة الطهي وهذا هو الحشو اللي سنستعملوه مع الغباب هنا بعد ما خلطتهم مللح سنضيفوا الكريمة ونقعدوا نخلطوه حتى نتحصلوا على خالي يكون متجانس وهذا الكمية أيضا حضرت بها 2 طاقة على الغباب هنا بعد ما قطرت مللح الغباب سنوضعوها في السنيوة يعني العجينة من طيبوهاج ستخلوها كخضراء ونضيفوا فوقها هنا يستعمل فقط نصف الكمية كما لاحظوا من بعد ما نحضر طارطة واحد اخرى سنوضع مللح الغباب ونقعد المساحة ونقعدوا إضافة مكسرة يكونون حمسين نقعدوا الضيفون في هذه المرحلة فوق الغباب هنا بعد ما حضرت الحشو سنفرغوا فقط نصف الكمية ونصف الآخر حضرت به طارطة واحد اخرى صف الغباب سنحبس الكمية من بعد السنوض سنحبس الكمية ونصف الغباب سنسخن الفرن على درجة الحرارة 180 درجة مئوية حيث 150 درجة فرن ومدة الطهج تكون طويلة من 35 إلى 40 وفي بعض الأحيال حتى 45 دقيقة أو حتى تراه ما ترغبت الحشو ومتماسك لون دهبي فاتح هنا كنت ترغبت نحيتها من القالب ومن بعد تقدروا توضعوا ناباج او لاجولي او مربى انتاع المشماش من الفق ومن الأفضل تستهلك باردة تشوفوا كيفاش تجي من الداخل وهذاك لكم تشوفوا فيها راه طيب يعني مين تاكلوا راه طريبا وتجي عندها نفس الدوق انتاع الليمون والآن سنمر الى الوصفة التالية وهي مربى انتاع الغيباب لكم تشوفوا فيه في الصورة يجي جيد دولادين وعندها دوق الليمون سنحتاج بالتقريب استعملت كيلو وخمسمائة غرام انتاع الغيباب يعني وزنتها هنايا بعد من نحيت لهم القشرة وخصلتهم انا نقطع فيهم الى قطع صغيرة يعني نفس المرحلة الاولى اللي شفتها معايا في اول الفيديو وضعتهم هنا في ايناء ونضيف لهم كيلو انتاع صكر تقدروا اضيفه اكتر انا بغيت انضيف كيلو باش يكون عندي دوق الليمون وهنا كما لاحظتوا استعملت خمسين غرام إذا ما كاتت عندكم تقدروا الاستغناء لها وتستعملوا فقط الصكر ولا غيباب لكن المدة الطهي ستكون شوية ضويلة نخلطوا جيداً مع الصكر ونضيفها لغيباب ونخلطوا ممليح ونضعوه في المبرد او التلاجة لمدة 12 ساعة حتى نشوفوا هذا كالصكر لا يستعملوا مدة الطهي ستكون من 15 حتى 20 بقيقة إذا استعملتوا الى بيكتين عندما استعملتوا الى بيكتين ستزيدوا في مدة الطهي وفي الأخير ستقوموا باختبار هنا هذا الإناء كانت وضعته في المبرد ونأخذ كمية مربى ونوضحها في الإناء ونبردها قليلا إذا رأيت كثيفة في الأخير هنا المربى رأى جاهز إذا رأيت مزالة سائلة مثل الماء ستزيدوا وكملوا في الطهي على درجة حرارة مرتفعة وخلطوا باستمرار وعاودوا هذا الاختبار مرة ثانية هنا كما لكم تلاحظوا رأي نعقم في البلارات نفس طريقة التعقيم التي رأيتها معي في تحضير مربى نوضع لكم الرابط نتاعه في آخر الفيديو هنا البلارات رأي سخونين وأيضا المربرة ساخن سوف نضعوه مباشرة في البلارات سوف نملقوهم ونضعوه دائما 1 سنتيمتر من عموش حتى الفوق بعد هنا سوف يتمسحوهم مليح ويتغلقوهم بإحكام ونقلبوهم على الجهة الأخرى حتى يخرجوا في خاطره ويتغلقوهم على الجهة حتى يبردوا مليح هنا قلبتهم ويتغلقوهم حتى يبردوا مليح على الجهة بعدما يبردوا تعاودوا ترجعوهم عادي وتتأكدوا لهم مغلوقين المليح بعد تحتفظوا بهم في مكان بعيد على أشيعة الشبس على سبيل المثال بلاكار ويلحلتوا علبة ووضعوها من بعدها في المبرد لكي تستهلكوها وهذو اللي احتفظتوا بهم في البلاكار تقدروا تخلوهم حتى العام أو أكثر يقعد هكا المربة محافظ على القوامن تاعه هناك كما لكم تلاحظوا هذا هو المربة تقدروا تخلوها كحوبيبات ولا تقدروا تطحنوه بالميكسر أنا خفضت نخليه على هذا القوامن وصلنا إلى نهاية الفيديو وانتعليوا إن شاء الله يكون عجبكم ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله عزة